موسيقى خليني أسألك السؤال البسيط جدا وانت جالس لما بتسمع عم بقول أهمية الكرازة أو استخدمت تعبير الكرازة شو اللي بدور في ذهنك؟ أول شي بيدور في ذهني يا خنزار التباس عن هذا التعبير يعني الكرازة والكارز والكاروز وكل هذه المصطلحات للأسف محتاجة لتدقيق أكتر علشان الناس تعرف من مقصود بالكرازة قبل ما أتكلم على هذه المصطلحات أنا حابب أتكلم على أن الكرازة حسب كلمة الله ليست موهبة ده علشان نبدأ كلامنا نحط أساسات صحيحة في هذا الحديث الكرازة ليست موهبة لكنها مسؤولية كل مؤمن أنا بتكلم على الكرازة المسيحية طب هل فيه كرازة تانية غير كرازة مسيحية؟ نعم فيه كرازات تانية بس أنا علشان دعوتنا ورسالة كلمة الله في حياتنا نحن بنركز على الكرازة المسيحية فأولا وأخيرا هي عمل الرب وبيستخدم كل مؤمن ومؤمنة فيه كأدات لتوصيل هذا العمل ترجمة نانسي قنقر